مرحبا حبيبي أصحاب برج الجوزة شلونكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة أقم ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا وممكن تمتد للشهر كله لأنه نقرأ طاقة فلا تحددون طاقة بوقت ممكن الأحداث تمتدوا إياكم قبل من نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا شنتم ما مشتركين وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وكتبوا لي شون القراءات الجاية اللي حاببين نسويها أو الفيديوهات سواء كان اختار كرت أو اختار حرف كتبوا لي بالتعليقات أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتو طلبتوها من أكثر من الشخص وراح أسوي لكم الفيديو اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزة نقرأ الصعيد العاطفي الصعيد العملي الصعيد الصحي والصعيد العائلي يعني ممكن نقول حالة حالة نقول يعني الشهر وبصورة عامة إليك لأنه القراءة نحن سبعدنا بداية الشهر فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كلها بداية برج الجوزة طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزة عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس أكو شيء أو رحيل مفاجئ فقدان مريت به أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان أو من علاقة العلاقة أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما أحشى الطاقة العامة بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت انه أقوله قبل ما أبلش بقراءة بطاقة العامة اللي موجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزة أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس أكو اتزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يأثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله أو مظهره بصورة عامة كله هو ممقتنع به ده يحاول انه يغير من نفسه التغيير طبعا إيجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حجاهة وهاي الكلمة هي اللي خلتكم أنه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقد مع أنه برج الجوزة مو من سهولة أنه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزة خل برج الجوزة بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه مو أقول شبه معدومة وإنما مهزوذة فهو ده يحاول أنه يجمل نفسه في سبيل أنه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته للأحسن لا وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي حجي هاي الحجاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إلي هذا الشيء غلط أنا ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما أقرأ لأنه صراحة الورقة هاي شدتني ف يعني برج الجوزة أنت مو أنت مو يعني شخص قل لك كلمة أثر عليك إذا أكو شخص قل لك مثلا أنت محلو أو أنه أكو أوه شون هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك أنت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشيء فخلي ثقتك بنفسك عالي أنت أساسا يعني متجدد دائما وجميل فإذا أكو أحد قل لك هيك كلمة أو ممكن يتكون الطاقة بعد هي يعني هسما متحققة ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحشو ياك هاي الكلمة فإذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش أو ما تصرف هذا التصرف أنه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز أنت رحت وراه بعدين أنه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح ويا ممكن شفت أنه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلت ثقة بنفسك أنت لعب مو بيك أنت ما بيك عيب ومو شرط هذا شخص يعني أجمل هو أحسن منك أكو أشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض أهملكم محتاج يسوي استشفاء محتاج أنه يرجع ثقة بنفسه مثل الأول وأكثر بعد هذا شي كلش ضروري لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي هذا الشي مأثر عليك أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة راح أحكيركم إياها بالتفصيل من نصل للوضع العاطفي هسا خلونا نبلش بالطاقة العامة برج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية أول ورقتين إلك وان اخلط الأوراق وحبيت أركز عليهم لأن حسيت أنهم مهمين الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية أنا أشوف أنه عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس أنه هذا الشخص عنده إسرار هذا الشخص ممكن تحس أنه عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت أساسا هذا الشي رح تكشف عن قريب إذا ما كشفته لأن هاي الطاقة الحالية فممكن أنت تكون كاشف هذا الشي أو أنت متأكد منه ولكن الحد الآن أنت ما لازم شي بإيدك فأشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته وشكك بمحل راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لأن هنا سيفن اف سور مقلوبة فهذا الحرام ينكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حالين قاعد دور ورا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخص من الماضي ويطالع من حياتك صالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد أنه يتقدم خطوة تجاهك ويبدو إياك بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكون هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه يجي يحكي إياك الفترة جاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لأن أنت راح تكون بي مجروح أو تعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت به أو تمر به حاليا فلها سبب أنت يعني سبحان الله هي الأوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة أنت خايف مثل ما قلت لك أنت أريد طالع من انفصال مؤلم أكون انفصال مؤلم وحاليا أنت بطاقة الشفاء تحاول أن تستجمع نفسك وده تحس أنت غير قادر على أن تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأن العلاقة التي كانت سابقا بها كانت علاقة متعبة وطر الشخص اللي أنت كنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقة لأن أشوف أكو طرف ثالث هنا موجود بين ناس و الانفصال اللي بين مؤلم فلها سبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بيك الأشياء اللي صارت قبل فالهل سبب أنت تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوف وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حاليا أنه يعني تاخذ خطوة جديدة أنا أشوف فترة أخذ فترة استراحة مثل نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت به كمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك هس أنا فصلنا الوضع العاطفي قبل منهت العملي خلونا ننتقل للصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير شنت منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شان وعدك لي وشنت تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه تتوفر مصاريف البيت إذا شنت أنت مسؤول عن عائلة طبعا لينه قراءة عامة فممكن يكونون أكو رجال أيضا متابعين للقراءة فشان أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عمل شانت تتحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعد الظروف والحظر والمعرف أشوف أنه حاليا ما عندك شغل أو نقول شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا يأثر على نفسيتك ويأثر على بيتك على مصاريفك فأشوف عندك تفكير كل شبير بالعائلة والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن شان عنده يريد يشتري عقار أو حتى يبيع كشراء منزل أو بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو قاعد تفكر هو يتريد أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات وراء تأجيلات تأجيلات وراء تأجيلات فإذا عندك نقلة تحاول تنتقل فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك وإذا تشتري هم هذا الشيء متوقف فعندك طاقة إحباط موضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر أن تصلح ها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي تكون حاليا تفكيرك وتركزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال 6 أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مزل خلال 6 أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأريدي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال 6 أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومؤثرة عليها هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منك بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت حامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي داي نطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة إليك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريدها من عندك يعني إن شاء الله يعني خير لا تخافون بس حاول إنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحدا من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينه كلام أو ممكن هذا الأخ أو مو شرط أخي يعني شخص من العائلة ما أخذ منك حق أو إنه حاج عليك شي ظلم المهم قاعد أشوف إنه إليك حق يم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس إنه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده إنه هو يجي إيصال حق أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذ من عندك ولكن هذا الشخص أشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية كورث يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو أحباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعد هل تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيشنا هوايا نحن ببداية الفيديو على الطاقة العامة هس خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين داي حاولون يتقربون من عندك ولكن أنت ما قاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل داي حاولون يتواصلون وياك داي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد تقبل أنه هذول الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن 6 شهور ممكن 6 أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وأنت وردي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت أشوف في البعض من بلد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون أنه يرحون منحة الاستقرار منحة الزواج أنه هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو ديريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق العلاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وإنت عندك علم بهذا الطرف الثالث وإذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الأغلب أنت عارف وهنا أنا عندي أوراقة أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات يعني شخص سلبي إنسان سيء رغم أنه أشوف هذا الشي ما متناسب ويا عمره وممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفون من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما أشوف أنه يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هي شو طاقة أكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى أنت تقول أوه هذا الشخص قاعد يحجي وهو وهي وهي ويش 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 يقنعك أنه أنت بيك خطأ يقنعك أنه أنت مثلا ما تستحق أنه ينطيق قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيق هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الإنسان النرجسي وأساسا هنا إذا شوفوا أنه العلاقة مالتكم طالع يمي موجودة فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج أو تركك وراح تزواج فأنت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد أشوفه أنه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عند عنها فحتى هذا الشخص إذا رجع مرة ثانية إذا أنا يشوف أنه راح يحاول يتواصل هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني توقف أنه يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس أنتو اللي قاعد تحاولون أنه تمشيوها هنا ودتقنعون نفسكم أنه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن أنت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود والي راح يظل أساسا موجود وبعد راح يحاول يحيو يحيو اللي يرايدك وبس هو اللي يمعبرك مثلا ما نقول مع أنه قيمتك أكبر بس هو يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجع إلي فهذا الشخص من الجيسي اللي موجود اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة أنا أقول أنه ترك و أنت متردد أنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة وأني أساسا قاعد أشوف أنه أنت من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك أولا حب نفسك حتى الناس تحبك أهم حب هو حب النفس فما أقول لك تصير أناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط يلازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لأن نحن كلنا طاقة فأنت هسا الطاقة اللي تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك رح يجي هذا الشخص إليك رح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك رح يصير بك نفس الشي اللي يصار وياك وياه هذا الشخص رح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر على مشاعرك وبعدها رح تحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها فأول شي حب نفسك راجع نفسك رجع هذا الشخص فرصة في حال رجع لأنه واني أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل يواجه عن قريب ففي حال يتواصل يواجه هذا الشخص اللي أشوف أنه تقطع فورا لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما ليني القراء خلي أقول لكم الأبراج اللي طلعتلي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عدنا هنا برج الثور برج الأسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزة إن شاء الله القراءة جاية يشوفكم وبوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة و اتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لأنه إذا أنت ظليت بهذه الصورة المهزوزة اللي ما أخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك أولا وبعدين فكر بالناس أنه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب أهم شي قناعتك أنت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزة سووا لك عزبتكم القراءة تركوا لي آراءكم وبجوان إن شاء الله